السلام عليكم معكم محمد رفاعي اليوم أغنية مشي حب أغنية عاطفية أغنية مشي حب هي أغنية طبعاً مغربية عربية بريس مشوية مختلفة تتحدث على المشاعر المتضربة للناس أو كيف تصير الحب وهي أصلاً في الكلمة فكتحولت مين لك الفرق ما بين الحب الحقيقي والحب المزور كما كانت تشوفه فالأغنية تقول لك اللي ما يخليك تصار باين أنه الحب يقصدر ويخليك تصار ويكون بحل داك لو كوتكار يلصق له لدور الأسترالية بالتعاون مع يونيفورسال ميوزيك مينة الأعلامية أول شيء كما تشوفه الغنية الغنية بما أنه مغربية فكانت تقم كله مغربية 100% كان من الكلمات الشاعر والصديق يونس آدم الألحان ديالي كان توزيع ديال تيكاي كان قولوا لي كان الميكس والماس ترتريت موند يالله كان عند الصديق الويند وبخصص الكليب الكليب طبعاً كان واحدة تجربة اللي هي جديدة عائلية وعلاء 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 أعتقد أنه على الوطن العربي بحيث أن الكليب كان كله تجربة كانت تمنى أنه هذه الفكرة تنال إعجابكم وصراحة ام سو اكسايتر أنه نشوف الارتسام ونشوف الرياكسون ديالكم على الكليب وعلى اللذي يطعي يعني اللوك لا أريد أن أحرق لكم بثاف على الكليب لأنه ما أريدكم أنتم ترونه وأنتم الذين تعطوني الرياكسون ديالكم كانت تمنى أنه إعجابكم كامل إن شاء الله تاني حاجة أشكر بكثير بسرقة الأسترالية التي تفقنا أنه كافة الأعمال جيدة إن شاء الله تكون أفكار جديدة لف ليماج ولف ليلوك ولف السبتين وكتمنى أنه الأعمال جيدة إن شاء الله أعجابكم شكرا